السلام عليكم و شراكم ان شاء الله تكونوا بخير و مهنيين و كيف شراكم و حوالكم سافركم لاح ياخي ان شاء الله تكونوا بيان انا راني في نعمة و الحمد لله شوفوا اليوم صبحت على لاتاي بسكو الحليب ما كاش بعد ماش حليب انا قلت لازم ندير لاتاي لو كان ما نشربش صباح الحليب لا بيش يشي طرالي لازم ناكل صباح سوغتوك يعني نردع سوغتوك نردع ولدي علوغ لازم ناكل هنايا درت لاتاي تاعي هدا الكروكي كنت درتوه بحبابيض حبابيض خرج لي هايل من بعدان نشارككم الوصفة و هادي بيانسوا هادي نص نصد زيرية تعلمول ايفالا لاتاي تاعي ها هو يعني وجدتو نحطوا نصدقهوه قبل ما ماشي نصدقهوه نشرب لاتاي تاعي المهم هنايا اليوم اني بديت سوف ندير العدس ان شاء الله لفطول سوف نديره غير على جل الحليب بس ك راح ليشوه الحليب الى العدس هو اللي يطلع عليه الحليب بإذن الله بانسر غسلته بيان غسلته بان نحط له نقيته قبل نقيته نقيته مليح و شللته بلزر فوهو حتى لكارتو لسينك فوهو حتى ينقى مليح و خليتوش فيها في الماء يتشمخ هنا هاد الحم هادوك جلودة ليجو ملك مليكوتي سوف يلويتهم وخبيتهم هكذا في كونجيلاتور اني جبتهم بشبرك جوش جوش للبنال لعدس تاعي بشي جيني بنين دوتوتفاصن لعدس كي ما طيبته بلا لحم بلا جد بلا والو يجي بنين هنايا حطيت الحم تاعي تقلى هادو البصل هادو البصل هني وجدت هنايا البصل وهادوك حبيبات مو معطيش والثوم راني ندير فلا سوستومات اي فوق الناردوك تشوفوها هنايا البصل تاعي حب بصل ووحد ثلاثة فصوص تاع الثوم زوج نرحيهم نزيد لهم المال هادوك نزيد لهم المال الروبو بش ما يتكسر ليش بش ما نفرصيش عليه ورحيتهم انا في الماكلة تعيمة لازم تبنيتهم من البصل وما يأكلو هادوش هاوليك الحمتة عاوي تقلى مليح هايلك الاسوستومات تعيلي نوجدها توجوغن ونحطها تكوتي هادوك الحببه بصل اللي كي ما ليشتوها والثوم درتهم الداخل اللي يطيبوه فلاسوستومات هنايا اللبصل تاعي اللي رحيتو نزيد نقله مع الحم وندير الملح نقوم بريد نقوم بريد اللي اسمو العدس فيه بزاف منافع وما نغسلوش انا حتى وينت تنحالو القشرة نشللوه وبرك وخلاص درت الكركم فيه بزاف فيتامي لفيتامين وفلفل الكحل درت الكركم وفلفل عكريد وينسوغ الكمون 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 تجوغ نديروه البوقوليات بشي نحينا شوالي غاز الكمون يا اخي قلت كمون الكمون البوقوليات بشي نحونا لغاز ينقصوا النم مليغ غاز اللي فيهم نقلي كل شيء على درباء و هذا اذا احبت طماطيش ثاني انا اضعهم نقليهم توجوغ كينقلي وهكذا الماكلة جينة توجوغ بنينة و هنا يزلت لها هاد الكرافس نحيتهم من الجنان نقطعه صغير صغير يمدان تخيبونغ ويجي بنين هايل مولفندير طماطيش مولفندير مع هزرودية نقطعها ويبتيران او لغازل مدركة مكانت عندي مدرتش تترتم غير فههه صغيره لا تعد طماطيش مصبرة نقليها بشتنحاليش يالقروسيها تحتها انا اضع الملجهة اللي من هيك الماء يغلي شوفوا العدسة غازتهم مليح منحلوش القشرة بسكوكين ينحولوا القشرة والقشرة هي اللي فيها اللي فيها المنفاعة كما قول فيها الماء تعوي يغلي ويجب ان يمكن أن تكون الزجاجة في البطا السكر كانت في البطا السكر حلوات كما شربت ثلاثة من المال هذه الورده الكبيرة ان أغريت لهم درت لهم أمينة وسيرين درت لهم ورده واحدة شوفوا يداروهم كامل دارو هاد الوريدات نستعملهم كش ينهار في كش حلوان ديروها كحكات ولا ونستعملهم شوفوا خرجوا هيلين ما شاء الله خرجوا وقلات ساعة نحسب فيهم خرجوا تساعة وانا نروح نولي للعدز تاعي بطموعة الشلاس وستومات درت لها الملح ملحتها انا انهنا يلا ساعة نديرها غير الملح والسكر ونخليها الطائد ساعة نديرها انا لدي العدز تاعي وكل شاب تقلب وشنا شاكفو نحركو بش ما يلسق ليش وهنا نمرقت مرق عادي عبالي قاعد عفو الطيب والعدز من شارككم يومياتي بدلت الفورن وهنا يا بسكوهدا بزاف قاوي باش قاعدة يغلي هنا نزيد برك شوية مع صيجام يخصني نحطوا يغلي هالك هادوك الوريدات هادوك نديرو في باطا ونغلق عليهم يقعدوا انتاكت هما بيانسور لازم ييبسوا يبسوا باش بمبعد كنديرو بهم كش حلوة ولا نرشقوهم في الحلوة هادو هادوما هنا امينة حبلتني شفنا هادوما في اليوتيوب هكذا العنب ويديروهم في الكغامل هنا يدرت شوية شوية سكر باش نديروه كغامل ما درتش بازاف قلت انصيجامي ما يخرج ليش مني ما نخصرش برك هكذا السكر درت العنب بتاعي في اليه بغوشت وهي الكغامل تاعي راهي طيب طيبتهم ها طيبت الكغامل وشنو نعسها برك هكذا نقعد نحرك فيها باش متلسقليش ومتتنحرقش تمطي بسوة سوة طيب بعد ما طابت كغامل شفون وشنو ضنجي شغل كي هادو العنب شغل مشمخ شيه ومشي مشمخ بزاف كي بارد شغل تخاف ويضرش علوغ ما خليتها شهي اللي دير قلت لانا نديروهم لك و تيكوليهم برك شوفو كش جا دوكتجي هي كانت تسناح هادوك تعتعضها و ترتقل العنب هاداك درت لهم حبيبات هكذا هي و سينين تعامل بالعنب اوبت تكسر هادايا معليش وشنو هنا يا انا قريب ما زعمجي تحاندوق سخونة تحرق شوفو شنو انا ما عجبتنيش بسكو العنب من بعد شغل كي شغل يولي نص طيب انا ما عجبتنيش ميهو ما عجبتهم كلاوها هنا شوفو بعد ما طاب لعد استاعي دقتو و قيتو مسوس شوية نزيتلو شوية ملح شوفو طاب هاقل انا بيانسو كل واحد كيفش يحب العدس تعو كين يحبو تقيل كين يحبو خفيف و شاكا سونجو هنا يا العدس طاب هاقل و كي كليتو الله يبارك جاني الحلب ما شاء الله شوفونا كينا كل العدس و كينا كل طمينا الحلب الله يبارك هنا يا لازوم طمات بعد ما طابت ارحيتها بالبراميكسر و وش عندكم على المهم هادي كل بالامولينت اجي هي الى تاني و نزيدها انا لش نقديلها فايف دقال تصديرها او طمات كنسانتري طبيعي او طماتي او طمية امتلة للطماطس المصبرة والكركم تقوم بتحليل حمرة والذي تقوم بتحليل النكهة و قوم بتجربة و تقوم بتطيبها و تقوم بتحليل بان امتلة و تقتف امتلة الفيزاية من هذا اليوم طرق طوماتي هي إستعادة إجراءة طرق طرق طاقة طرق 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 طوماتي اعتامة الطوماتي نقص ما يتوضح غذب في الزجاء أو 3 تجعلها في الكنجلاتور اشتركوا في القناة